حولت الحرب اليمن إلى وطن غير صالح للعيش فيه انعدام الغذاء والدواء وتدهور القطاع الصحي ثلاثية باتت تسيطر على الوضع هنا منذ عقود وقطاع الصحة في البلاد هش وجاءت الحرب لتضاعف من تدهوره بحسب البنك الدولي الذي قام مؤخراً بإجراء دراسة عن القطاع الصحي في اليمن حتى شهر سبتمبر الماضي والذي أكد فيها وفاة أم واحدة وستة أطفال كل ساعتين وإدخال مليون ومئتي ألف امرأة حامل أو مرضع ومليونين وثلاثمائة ألف طفل دون السن الخامسة في دائرة الاحتياج إلى علاج من سوء التغذية الحاد تواجه نسبة كبيرة من السكان تحديات في الحصول على الرعاية الصحية إذ لا يعمل سوى خمسين في المائة من المنشآت الصحية بكامل طاقتها ويواجه أكثر من ثمانين في المائة من السكان تحديات كبيرة في الحصول على الغذاء ومياه الشرب وعلى الخدمات الصحية دمرت الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي كل القطاعات الخدمية من بينها القطاع الصحي فباتت الحرب هي السبب الثالث للوفايات بعد مرض القلب وأمراض حديثي الولادة بحسب الدراسة الأمم المتحدة قالت في وقت سابق إنها لم تتلقى سوى 11% فقط من التمويل الذي تحتاجه لهذا العام ما جعل 20 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات صحية يحتل اليمن المرتبة 193 من بين 195 بلداً من حيث قدرته على التعامل مع الأوبئة وهو ما جعل حياة المواطنين متأرجحة بين الخوف من إطالة الحرب والقلق على حياتهم وأنظارهم في الوقت ذاته شاخصة نحو السلام ذاك السلام الذي في كل مرة يصل إلى اليمن داخل تابوت ترجمة نانسي قنقر